اشتركوا في القناة إلى عدم قدرة الحكومة على تنفيذ الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2015-2016 وإعاقة تمويل النفقات الخاصة بالخدمات الاجتماعية التي تمس المواطن بشكل مباشر بالإضافة إلى تعارض المشروع بقانون المشار إليه مع المرسوم بقانون رقم 30 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1977 بإصدار سندات التنمية على أن تتم إعادة النظر فيه في دور الإنعقاد السنوي الثالث من الفصل التشريعي الرابع كما جاء في المدى الثانية من المرسوم أنه يعمل بإحكام هذا المرسوم من تاريخ صدوره